عند دخلت المرحلة هذه بعد السنتين اللي توقفت رجعت وكتبت خلني أبدأ من الجهة الثانية الجمهور والناس اللي يستمعون شعر وش يحتاجون يسمعون في القصيدة يصلوا سؤال مرة منتص كنا ما بيقول اسما كنا في ندوة تتكلم عن الشعر كانوا جايبين يمثل الشعر النبطي وجايبين حيدر العبدالله يتكلم عن الفصيح وجايبين صالح زمنان الله يذكره بالخير يتكلم عن النثر القصيدة مسرحية فقالوا الجمهور وعلاقتهم في القصيدة وش اللي يمشي مع الجمهور وش اللي ما يمشي مع الجمهور هذا سؤال حلو لما نحول القصيدة الى منتج استهلاكي طبام كما تكلم كل واحد في فنة لما جاءت دور عندي قلت أنا أرى إذا القصيدة منتج فالقصيدة في قصيدة الفي براند الفي أو جوتشي أو وفي قصيدة بوريالين اشتركوا في القصيدة موسيقى موسيقى موسيقى